موسيقى قبل البدء في العمل علينا مراعاة الاحتياطيات التالية وهذه الاحتياطيات يجب مراعاتها جيدا كي نتجنب مشاكل التجمية وكذلك لتجنب تلف الأجزاء التي تم تركيبها في الجهاز حيث أنها شديدة الحساسية لذلك يتم التعامل معها بحرص شديد استخدام أساور أرضية عند التركيب لتجنب إفساد الأجهزة الحساسة للشحنات وكذلك تفريغ الشحنة من الجسم والآن سوف نتعرف سويا على مكونات الماظر بورد وتعتبر الماظر بورد أو اللوحة الأم هي المكون الرئيسي لجهاز الكمبيوتر وبإمعان النظر نرى هذه الأجزاء المهمة الوصلة 12V والوصلة الكبيرة ثانيا مكان تركيب السي بي يو المسمى سي بي يو 4 7 8 ساكت ثم مكان تركيب مروحة السي بي يو ومكان تركيب الزاكرة الـ DDR1, DDR2 و DDR3 ثم مكان تركيب الفلوبي والفلوبي كوننكتور ومكان تركيب الهارد ديسك IDE1 و IDE2 والسي بي روم ثم مكان تركيب الفيغا المسمى AGB ثم مكان تركيب الكروت PCI slots ثم مكان تركيب البرينتر المسمى LPT port ومكان تركيب الكميونيكيشن COM1 و COM2 مكان تركيب الطرفيات ذات الـ USB connection ثم مكان تركيب الصوت أو الأوديو وكذلك مكان تركيب لوحة المفاتيح والماوس وأيضا وصلاة المؤشرات الأمامية Front Control Panel وأخيرا البطارية